موسيقى بشكر زميلي في الستوديو مشاهدين الأعزاء أهلا بكم في الفقرة الرياضية من برنامج صباح اليمن اليوم في فقرة النهاردة هنتكلم عن زيادة الوزن ناس كتير مننا بتعيني من زيادة الوزن والدهون في الجسم ده طبعا بيأثر على حالتنا النفسية بشكل سلبي لما اللبس بيبدأ يصغر علينا ونحس ان شكل جسمنا بيتغير كمان حالتنا الصحية بتتأثر لأن زيادة الدهون في الجسم بتسبب العديد من الأمراض الحفاظ على وزن صحي ومتوازن أمر ضروري لصحة الجسم والعقل في طرق كتير لفقدان الوزن منها اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمرين الرياضية بانتظام لتحفيز الجسم على حرق سعارات الحرارية الزيادة النهاردة معنا كوتش باسيوني محضر لنا تمرين قوي لحرق الدهون في الجسم أهم حاجة أننا نعمل التمرين دي بشكل مستمر لتحقيق أفضل نتائج صباح الخير أنا هبقى شغال معاك دلوقتي في أن احنا نعمل شوية تمرين لها علاقة بحرق الدهون هي تمرين هتبقى سهلة وبسيطة جداً علشان أي حد يقدر يعملها في أي حتة أول تمرين هعمله هو الهاي ني مارش تمام وممكن علشان يبقى فيه شوية صعوبة لو هو صعب لأي حد أن أعمل فيه تويست أي تمرين هبقى عايزة أعمله هعمله لمدة 30 ثانية سواء ده أو ده كل طبعاً مزود التويست كل ما أنا أوصل لمدى حرقة أكتر وكل ما ده هيفرق في نسبة حرق الدهون في الأماكن المختلفة اللي في الجسم اللي بيبقى فيها نوعاً ما وضع الاستقرار ووضع السبات فما بيحصلش فيها حرق في الحرقات اليومية الطبعية بتاعتنا بعد ما هخلص هاخد 10 ساكنز بريك وبعد كده هخش في الهاي نيران إن أنا أجري ولازم الجري يبقى منضبط مع النفس علشان أقدر أحرق أكبر نسبة من الدهون أحاول على قد ما أقدر أرفع ركبي أعلى من مستوى وسطي وفي نفس الوقت أحاول على قد ما أقدر أبقى على مشتي النفس دوره مهم جداً 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 في حرق الدهون هقف هاخد 10 ساكنز 10 ثواني بريك أخد فيه من نفسي أضبط نفسي علشان أعرف أخش على التمعين اللي بعده هبتدي دلوقتي أعمل تمرين البربيز البربيز بالنسبة للناس كتيرة جداً ممكن تبقى صعبة بس هي فيها كتيرة جداً خلينا ناخد ثلاثة وبعد كده نعمل الأسهل لنا أول واحد إن أنا بنزل عادي جداً بفرد وراء وبرجع لو الجمب ده صعب علي ممكن أعمل رجل رجل وأرجع أقف تاني ممكن أعمل نفسي التمرين بصعوبة صنة يبقى فيه هنا جمب ممكن أعمل نفسي التمرين ببوش أب طبعاً حتة إن أنا بشيل إيدي من على الأرض دليه علاقة بحرق الظهر وبتوسيع مدى الحركة إن الكرصة كلها في مدى الحركة وفي تقديه أداء التمرين لو تعبت شوية ما فيش مشكلة إن أنا أرجع من غير ضغط وبرضو لو تعبت ممكن أبتدي أروح بخطوة وأرجع بخطوة وده كان التمرين التالت معنا هاخد نفس عشر ثواني وبعد كده هخش على التمرين اللي بعده اللي هو هيبقى الجمب جاكس قبل ما نخش في التمرين أنا ممكن أعمله بخطوة أو ممكن أعمله بنطة كل ما وسع المدى بتاع حركة إيدي وفتحة رجلي كل ما ده برضو يبقى أفضل تعبت هاخد خطوة دايما بحاول جسمي وأداء بتاعي يبقى فيه سنة مش عايز أقول حزم بس أبقى مهتمة بأن أنا أقادي علشان أحرق بوسع أنا باشتغلش للنص بكمل المدى لغاية الآخر ما باخدش خطوة صغيرة بحاول نلقن وزني عشان الرجل اللي بتتفتح تبقى بتشتغل ودول كده معنا أربع تمرين سهلين جدا أقدر أعملهم لحرق الدهون لو عملت الكلام ده مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما نام بتبقى فايدته كبيرة جدا وده بالنسبة لحرق الدهون شكرا اشتركوا في القناة